أعلنت وزارة الداخلية التوصل لأسماء منفذية الاعتداءات على المطاعم والشركات الأمريكية بالفترة الماضية حيث صدر أمر القبض بحق المنفذين وفق أحدام المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب بيان الوزارة ذكر أنه خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد من قبل أشخاص يستقلون سبع جلات ودراجة نارية على الفور تم تشكيل فرقة عمال استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع لغرض التوصل إلى الجنات من الخارجين عن القانون وبعملية نوعية تم القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب أعلاها وقد صدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين وسيتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى